موقع مبتكر لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة بأسلوب الانيميشن باستخدام الذكاء الاصطناعي شايفين الفيديوهات اللي عمالها بتنعرض على الشاشة بقد النظر كانت انيمي 3D كارتون أو بأسلوب الكوميكس ترديشنال جابانيز كل يتفيك تعملها عن طريق هذا الموقع بعدد غير محدود من الفيديوهات وبشكل مجاني تماما الحلو في الموقع أنه أصلاً تم تصميمه من قبل شركة أنيمون الدريم فاكتوري وهي شركة متخصصة في مجال الانيميشن قدرات الموقع وأهدافه أنه تتيح لعدد كبير من الناس بغض النظر كانوا متخصصين في المجال أو ناس عاديين ينتجوا مقاطع فيديو أنيمي بجودة عالية بسرولة وبسرعة إذن رح نتعرف عليه في هذا الموقع 3 شغلات الشغلة الأولى وبكل بساطة أنه أنت بتقدر تاخد عمل قام بيه شخص آخر وتعتبره قاعدة أساس تبني عليها فيديو الجديد اللي أنت بدك تعمله النقطة الثانية أنه أنت بتكون عندك برومس بتقدر تعمل من خلاله إيميش جينيريشن في ضمن هاي النقطة الثانية هاي الإيميش جينيريشن تبعتك أنت بتقدر أنك تحولها لفيديو أو أنك تكتفي فيها وتعمل داونلود الشغلة الثالثة اللي بوفرها الموقع أنه أي صورة أنت موجودة عندك ترفعها إلو وهو بيحولها لفيديو رابط الموقع بتطلقوه في الديسكريبشن كل اللي عليكم أنكم تضغطوا عليه قبل ما نبدأ لا تنسوا تصيروا جزء من القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس تعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر على اليوتيوب والكل يستفيد منه كل اللي عليك تفوت على رابط الموقع أو تكتب animon.com على جوجل تفتح الصفحة الرئيسية بتروح على سين اوب وبتسجل الدخول يا إما باستخدام الإيميل الخاص فيك وباستخدام حساب جوجل استكمل عملية التسجيل خلال ثواني بتفتح معانا الصفحة الرئيسية في الصفحة الرئيسية فيك تشوف كل الأعمال اللي قام فيها مستخدمين الموقع وهون مثل ما حكيت لكم بتقدروا تعدله على أي عمل أنتوا بتكمية مثلا إذا فتحنا عمل هاي الشجرة تقدر أنت إنك تشاهده وإذا عجبك تعمل إلو داونلود وكمان تقدر تشارك الرابط وإذا تغطط على ريميك بتقدر تعدل عليه هون بعرض إلك الصورة الأصلية والفيديو اللي صارت عليه بعدين النص بتعمل الوصف اللي بدك إياه وبتحط نص التعديل أنا حطيت إنه أنا بدي النار تشتعل في الشجرة نحظه هون إنه معتيك إنه هادي العمل بكلف أربعين كريدت هاد لإنه محطوط على هاي ريسوليوشن بتضغط على الجودة المجانية وبتلاحظ هون إنه الأربعين رجعت لصفر أي إنه مجاني التوليد وبتحدد عدد الصور بعدين بتضغط على جينيرات وبعد ما تضغط على جينيرات ببلش يحمل الفيديو كل ما كنت حاطت تفاصيل أكتر كل ما كانت تعديل أضاق ممكن إنه تعمل مش بس تعديل على الفيديو الموجود وإنما تعمله امتداد بالضغط على إكستانت أنا حطيت إنه بدي الشجرة تنحرق بالكامل وهيك بتكون النتيجة النهائية تقدر تطلق تكمل وتحط امتدادات قد ما بدك قبل ما ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي توليد صورة وفيديو من نصم توفر عندك بالأساس بدي أذكركم إنكم تسيروا يزعوا من عائلز القناة وتدعموني بعمل اشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوا تحطوا لايك للفيديو هلا بنروح على امج بعدين تكستو امج بنحط النص اللي بدنا يا بنضغط على فري ريزيليوشن وهون بعتين عدة خيارات لحجم الفيديو أنا بالعادة بحب أختار واحد لواحد الحلو هون كمان إنه بيسمح إلك تختار الستايل في عدة ستايلز بتقدر تختار أي واحد منهم 3D كارتون أنيمي اللي بدكية عدد عدد الصور هون فيه شغلة كتير حلوة ومهمة هاي الإشارة إذا كنت حاسس إنه النص أو البرومس تبعك بده تعديل بتتركها مفعلة بتعدل أوتوماتيك من الذكاء الاصطناعي أما إذا حسيت إنه إنت واثق في النص تبعك وما بدك إياه يتغير إلغي التفعيل تبعها بعدين اضغط على جينيرات خلال ثواني بتكون الصورة جاهزة بناء على البرومس اللي إنت حطيته أنا كنت حطة إنه بدي يولدلي صورة عشكل فتاة يابانية وراها وحش لابسة أبيض وكمان يكون الوحش من الجليد وقد ما تحط مواصفات بيعطيك صورة أضاق إذا ما عجبتك الصورة بتقدر تعمل ريكريات عجبتك الصورة اللي ولدها وبدك تحولها لفيديو بتضغط على تؤنامي هلا هون طلعوا إذا ما كان عندك برومتس واضح لحركة الصورة اتركوا فاضي وحط جينيرات أما إذا كنت إنت حابب يعمل تفاصيل مثل ما إنت بدك بتحط لبرومتس تبعك وهيك طلعت النتيجة الطريقة الثالثة إنك إنت تولد فيديو من صورة جاهزة متوفرة عندك كل اللي عليك إنك تضغط على تؤنامي ترفع الصورة بتعمل لها أبلود وفيك إنك تختارها من أسيتس هي نفس فكرة الأصول مثلا إنه إنت فيه هستوري كانت على الموقع وإنت مولد صور سابقة بتقدر ترجع إلها وترفع الصورة وبنفس الطريقة بكل بساطة بتحط لبرومتس اللي بدك إياه وإذا ما عندك برومتس بتتركه فاضي بتضغط جينيرات وهون فيه صورتين أنا حولتهم وهي الفيديوهات تبعتهم حشان تشوفوهم السلبية الوحيدة اللي في الموقع اللي هي العلامة المائية اللي بتطلع في كل الفيديوهات في فيديو شرحناه سابقا في القناة كيف نزيل العلامة المائية رح يظهر عندكم فوق على الشاشة بتضغطوا عليه وتحضروا كيف إياكم تجربوا الموقع وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات وزي ما بحكي لكم دايما مش تنسوا تصيروا جزء من عائلتنا اشتركوا وفعلوا الجرس